النهاردة زي ما قلت لكم الأهلي فاز على أسوان بيه سلسية نظيفة الأهداف كانت فيه الشوت الأول كلها تتكلم فيه هدف ليه كهرباء النهاردة التالت أهداف حسين الشحات عملهم حسين الشحات تقلق بشكل رائع جدا محمود عبد المنعم كهرباء سجل هدف الأول في الديئة 34 بعد كده أحمد عبدالقادر سجل الهدف الثاني في الديئة 41 برضو من صناعة حسين الشحات بعد كده محمد مجدي أفشا سجل الهدف الثالث في الديئة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضاقة فيه الشوت الأول وقع كده المباراة المباراة بقت هادئ على فكرة قبل هدف الثالث لمحمد مجدي أفشا كان فيه ضربة جزاء لأسوان تصدى لها محمد أشي الناوي اللي عامل أداء رائع جدا على مجتوى التصادي لضربات الجزاء تتكلم تلاتة بس دخلوا مرمى في آخر تمن ضربات جزاء احتسبوا ضد النادي الأهلي تلاتة بس لدخلوا مرمى محمد الشناوي منهم اتنين لتنفوا مباراة فلمانيا فأنت تتكلم في أداء بسرعة محمد الشناوي أنا شايف أنه فيه مبلغات فيه انتقاد محمد الشناوي يبقى الحارس الكبير يبقى الحارس الأول ليه منتخبنا الوطني نحو ده الأهلي خلص المباراة في الشوت الأول خلصها بأداء رائع بسرعة بكل اللي عبيت بسرعة الشحات مستوى مختلف تماما رائع جدا محمد الشناوي بالمناسبة زي الأيسا اللي كان علي معلولة النهاردة لعيب جيد جدا انت بتتكلم فيه مرهان عطيه عمل مباراة كبيرة جدا 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 والآله كسب مرهان عطيه في رأيه يعني في وسط الملعب في الناحية التانية خال عبد الفتاح كمان في مركز زي الأيمن واحد من اللعبين أقوية جدا اللي عنده روح تشبه كده اللي عنده أكرم توفيق عنده شخصية وروح بيلعب بروح قبل كمان المهارات والأمور الفنية بالمناسبة كهرباء النهاردة خرج من المباراة هو يعاني من إصابة دكتور أحمد أبو عبلا طبيب النادي الأهلي قال ان كهرباء جالوا إجهاد في العضلة الأمامية بجانب التواء في الكاحل خلال هذه المواجهة لكن قال ان حالته مطمئنة وانه بكرة هيخضع لبعض الفحوصات وبعد كده بعد غد هيشارك في التدريبات بشكل طبيعة المران الجماعي يعني كهرباء مش هيغيب لفترة بسبب الإصابة اللي خرج بسببها في مباراة أسوان اللي أقيمت عصر اليوم طيب ده بالنسبة لكهرباء أما عن السلية فطبيب النادي الأهلي قال انه نفذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيل الخاص به بعد تعرضه للإصابة بشد فيه السمانة وقال ان عمر السلية شارك في التدريبات الجماعية مع فريق الشباب وهيرجع المران الجماعي للفريق الأول بعد عودة الفريق إلى القاهرة من أسوان استعداداً لمباراة سانداونز اشتركوا في القناة